السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيب عاملين ايه ان شاء الله تكونوا بالفقير يا رب النهاردة بقى انا جايلكو كده بفيديو جميل قوي وكتير من اولادنا بيحبوه هنعمل مع بعض الطاجن المكارونة باللحمة المفرومة انا عارفة ان انا عملته معاكم قبل كده بس انا عملته بطريقة مختلفة انا برضه هحط لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف عشان اللي عاوز يشوف الطريقة التانية يدخل ويشوفها واللي يريحكم بعد كده اعملوا كده عندكم الطريقتين على قناتي مش هتحتاجوا تشوفوا من بره حاجة الاول نسامي له ونصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم ويلا ندخل نشوف طريقتنا ودي حبيب قلبي كل مأدير السهل والبسيطة جدا ادي مقارونة قلم زي ما انتوا شايفين ودي بصل انا بشرة صغيرة خالص ودي بقى اديها رسة شطة حمرة وخضرة انا برضه هبقى اعمل لكم فيديو بيوم ودي معلقتين صلصة كده يعني ودي بقى بوهرات اللحمة المفرومة اللي احنا هنعصك بها اللحمة اي بوهرات عندك حطيها حبيبي تقالي فلفل اصمر كمون انا زودت بس شارت نعناع بسيطة كده يعني اي اي شا اي توابل عندك حطيها توابل اللي بتريحك حطيها تمام ودي التوابل برضو بتاعة الايه السلطة اللي احنا هنعملها للمقارونة اه مرأة الدجاج وفلفل اصمر برضو السبع بوهرات التوابل اللي تريحك تمام يا حبيبي قلبي ودي هنا عندي هنا ادي اللحمة المفرومة وحطيت عليها ايه كتعة لام اللي احنا خزناها قبل كده مع بعض تمام ودي كده تدي طماطم انا اه ضربها في الخلط تمام كده اوي يلا بحنا ندخل على البتو جاز ونشوف هنعمل ايه هحط اي مادة دهنية بس مش مش كتير اوي لان انتو عارفين اللحمة هتنزل برضو منها مادة دهنية فعشان ما تكونش دسمة اوي حطي حاجة بسيطة تمام وحطيت البصل اللي انا بشرها هاو زي ما انتو شايفين كده وهفضل اقلب فيها هدئة يعني ايه مجرد ما هتتبل معي بس تتبل بس معي تمام يا حبيبي زي ما انتو شايفين كده بس انا هفضل بقى ادبلها وبعد كده هحط اللحمة المفرومة بتاعتي ايه بقطعة اللي ايه اللي انا حطيتها على الوش جدي هتديها مزاق تاني قالص جديها طعم خرافة وهفضل اقلب فيها زي ما انتو شايفين كده طبعا انا انا كده هي خلاص قرينجي كده ايه دخلت في السواء شوية فانا هعمل ايه بقى انا مش عايزة اللون الكالح اللي قدامكو ده انا مش حبيه هعمل ايه هاقصر اللون الكالح ده الاول هحط الهاريسة بتاعتي وحط قطعة معلقتين معلقتين الصلصة اللي انتو شايفينهم دول بيديوها مزاق تاني خالص وحط برضو تماطم من اللي انا هرستها في الخلاص هقلت بس كده الاول اللي هرست الشطر انت عايزة تحطيها سبايسة حامية ماشي عايزة تحطيها بردة تمام ماشي اللي رايحك انا عاملها سبايسة على الاخر يعني احنا بنكلها كده يعني وحط بقى توابلك وقال لي بكل كل كلامك الجميل ده في قلب بعضه زي ما انت شايفة كده وحط بقى ايه عشان ازود بقى من اللون بقى ويديني طعم برضو كمان حب الطماطم كده من اللي انا هرستهم في الخلاص من اللي انا دربتهم في الخلاص حب طمام مش هكتر يعني يمت شوية بسيطة كده يعني بس ايه تكسر للون وتديني طعم يعني تزود من تستو شوية وقال ليه بكلامك الجميل ده بقى وشم روايحك بقى وايه يعني عايزة اقولك كانت الريحة رهيبة وفضل بقى يعني هيدوبك بقى يمتزكوا في قلب بعض كده وياخدوا لون مع بعض او ياخدوا ويدوا مع بعض قيمة يعني خمس دقيق بس كده وبعد كده هطفي وقد كده بصت بقى ايه بعد ما كانت لونها كالح بصت بقى لونها جميل ازاي انا عايزة اللون ده بقى جميل طعب يديني لون وطعم يعني بصراحة بيبقى طعم حلوة قوي خاصة ان احنا حطين حتة لية كمان كده اللي احنا خزناها مع بعض فاكرين انا برضا حط لك لينك الفيديو عشان لو ترجعوا لون ويلا بقى نعمل السلسة هنجيب بقى حبة زيت سغننة وبصلة مبشورة وهقلبها كويس جدا برضك انا مش هستنى انها تتحمر برضك هي هتتبل بس معايا تتبل بسيط بس مش هستنى كتير وبعد كده ايه يدوك بس هتتبل بس معايا كده هديها تشوحتين ثلاثة كده وبعد كده خلاص تمام قرتي هي هتكون جاهزة معايا ان انا ايه احط السلسة بتاعت انا بس بطامن بس انها تكون خلاص تمام يعني ايه قرتي دبلت حطي بقى ايه حطي السلسة بتاعتك معلقتين بس السلسة كده في الاول خالص وتروحي مقلبها البصلة مع السلسة عذروني والله انا بسجلكو يعني بالليل خالص فانا بص يعني انا فاصلة اصلا بس انت عشان حبيبي انا ايه اه بسجلكو والله في الوقت ده برعو ان انا فاصلة يعني بس انت عشان حبيبي بس وجبت بقى ايه الطماطم اللي انا عملتها في الخلاط وروحتي ايه اه انا عارف اقول لكم شطار وعارفين ان احنا بنعمل ايه اه حطيت بقى الايه السلسة اهو زي ما انتوا شايفينها دي ايه السلسة زي طريقتها سهلة يعني مش محتاجة وخطي بقى توابلك وقال لي بايه كل كل كلامك الجميل اوي ده في قلبه بعضه بقى واسيبها بقى تستبك يعني ايه اه شوية بقى كده بحس ان هي ايه القطة تحمر كده وتبقى حلوة كده معاك يلا جاهزنا السلسة جاهزنا اللحمة المفرومة يلا بقى ايه نشتغل في التواجن بتاعي الاول انا مسحتها بزيت بس الكاميرا ما صورتش مسحتها بزيت بس لأي مادة دهنية كده وبعد كده هجيب اللحمة المفرومة اللي انا عملتها وحط ايه في القاعة كده ايه حبة حلوين محترمين كده يعني امت معلقتين تلات تمام انت عايزة تحط في برما كبيرة تمام بس انا انا فضلت ان انا احطها في برما صغيرة عشان كل واحد ياخد ايه يعني زي طبقه كده يبقى هو ده بتاعه يعني هما بيعملوا كده في المحلات انا حبيت ان انا عامل لهم انقل لهم محل محل الكشري عندي هنا فانا حبيت ان انا هيقل لهم الجو ان ايه ان ده المحل يعني فعشان كده روحت اعملت كل واحد طاجن انما انت عندك طاجن كبير يعمل فيه تمام مش هيضر يعني وحطتي المكرونة زي ما انتم شايفين مسا لا اتهاش حطتها زي ما انتم شايفين كده بالظبط وعايز اقول لكم هتستوي طعمها جنيل جدا طعمها يبقى خرافة واسقيا زي ما انتم شايفا كده حطي بقى الصالصة بتاعتك زي ما انتم شايفا كده هيروح بقى جايب الصالصة بتاعتي بروح حطها ايه على المكرونة بتاعتك وعلى الكلام يعني هتميمون كلهم كل التواجن بتاعتها هحطها هحط لها لايه السلسطين. وتمام اول قردي وقفلت كمان بقفلتها خالص. وده شكلها نهاية اهو. ولو عجبك الفيديو عمله لايك. وشير الفيديو.